أكثر من سبعة آلاف مركز اقتراع وخمسة وثلاثين ألف محطة تفتح أبوابها الاثنين أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات فرق صيانة فنية جوالة عمدت المفوضية على تشكيلها وتوزيعها في مختلف المحافظات للتأكد من انسيابية عملية التصويت ومعالجة أي خلل فني في حال حصوله سنفتح مقارب 7166 مركز وخمسة وثلاثين ألف محطة للتصويت العام ستفتح المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحا إن شاء الله نحن مستعدين اليوم لإقتراع العام فرقنا الفنية ستكون منتشرة وأيضا فرق صيانة منتشرة في مكاتب محافظات لغرض معالجة أي خلل يحدث لا سامح الله النتائج الأولية وفق المفوضية سيتم إعلانها خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء حيث ستتم عملية العد والفرز الكترونيا ويدويا في كل محطة وتوزيع نسخة من شريط النتائج فيها لمراقبي الأحزاب والكيانات بعد أن تغلق الصناديق وهي تغلق إلكترونيا الساعة السادسة مساء يتم العد والفرز اليدوي والإلكتروني طبعا وهذا بالتوافق مع بنود القانون بعد ذلك على مستوى المحطة يتم توزيع النسخة من شريط النتائج إلى ممثلين الكيانات السياسية الموجودين وأيضا تعلق النتائج في المركز ويتنافس نحو ستة آلاف مرشح للفوز بمقاعد مجالس المحافظات منضوين في تسعة وثلاثين تحالفا وتسعة وعشرين حزبا بالإضافة إلى ستة وستين مرشحا منفردا وفق بيانات مفوضية الانتخابات أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد